يزور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي فرنسا لمناقشة الأزمات الدولية الكبرى خاصة بالشرق الأوسط وفق صحيفة وورسريت جورنال التي نقلت عن مسؤول أمريكي أن المبعوثة الأمريكية عامس هوكستان حثى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على تجنب شن حرب على لبنان ذكرت الصحيفة الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية قلقة من اجتياح بري إسرائيلي في لبنان ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالبنتاجون أن إسرائيل قد تقوم بعملية برية سريعة في لبنان لكن من دون تحريك قوات كبيرة فهل تفلح التدخلات أو تدخلات المسؤولين الأمريكيين لمنع حدوث تطور خطير في الجبهة اللبنانية هل وقع المحظور الذي تخشاه أمريكا برغبة نتنياهو في توسيع الحرب وما سر خطة الإجلاء التي تقوم بها الولايات المتحدة لعدد كبير من رعاياها في لبنان كثيرة هي المؤشرات التي تشير إلى تدحرج الأوضاع على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية باتجاه توسع القتال في ظل تصاعد وتيرة العنف بشكل مضطرد وبلوغه مستويات لم يسبق أن وصلها منذ اندلاع الأحداث في أكتوبر الماضي الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ غارات عنيفة على أهداف لحزب الله الخميس بهدف تقليص قدراته وتقويض بنيته التحتية مضيفا أن الحزب حول جنوب لبنان ومنازله إلى مراكز مسلحة متهما إياه باتخاذ المدنيين دروعا بشرية كما ترافقت تلك العمليات مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت حيث خرق جدار الصوت أكثر من مرة وفيما قام حزب الله بإطلاق الصواريخ ردا على تلك الغارات ما تسبب بمقتل عدد من الجنود الإسرائيليين باعتراف الجيش أفادت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس أركان الجيش هرتسي حليفي وافق على خطط تتعلق بالمنطقة الشمالية ووسط هذه المستويات غير المسبوقة من التوتر تواصل الولايات المتحدة مساعيها للجم التصعيد حيث أكد وزير الخارجية أنطولي بلينكين خلال زيارته فرنسا أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا وضروريا لوقف الحرب في غزة مشيرا إلى أن واشنطن تريد رؤية عودة اللبنانيين إلى جنوب لبنان والإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل هناك مشكل حقيقي يجب حله فيما يتعلق بشمال إسرائيل وجنوب لبنان فمنذ الثامن من أكتوبر حزب الله يطلق صواريخ داخل إسرائيل وإسرائيل ترد السكان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان اضطروا للفرار من منازلهم ونحن نريد أن نراهم يعودون إلى منازلهم وهذا يتطلب مناخا آمنا الولايات المتحدة تؤمن وتعمل من أجل حل دبلوماسي واتفاق يخلق الأمان صحيفة ووستريت جورنل نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاجون قلق من اجتياح بري إسرائيلي في لبنان محذرا من احتمال خروج الأمور بين لبنان وإسرائيل عن السيطرة وفي إطار التحركات الأمريكية التي لم تتوقف منذ أسابيع على خط تطورات على الجبهة الشمالية لإسرائيل أفادت ووستريت جورنل كذلك أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة العالمية عاموس هوكستين ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم شن حرب على لبنان وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة قبل أيام قليلة أعود إلى ضيفي من بيروت العميد الركن دكتور هشام جابر ومن تلبيب أمير أورن مرحبا بكم من جديد دكتور هشام هل تعول الحكومة اللبنانية واللبنان الرسمي على الدور والسعي الأمريكي لأجل تفادي التصعيد؟ حتما حتما لبنان الرسمي رأيه واضح ورأينا واضح ورأي معظم الشعب اللبناني أيضا واضح إذا كان إسرائيل احترمت القرار مجلس الأمن 1701 الذي صدر عام 2006 وتعهدت أنها تحترمه لأنها خرقتهم مرارا خلال 15 سنة أو تقريبا أنا أرى أن لبنان سيتوقف ساعة تأتن هذا الاشتباك وهذه المعارف العسكرية على الحدود يسأل هل يلتزم حزب الله؟ لأنه وعد أنه سيستمر في مدامة الحرب واقعة في غزة قلنا مرارا نعم سيلتزم كيف سيلتزم؟ إذا تعهدت إسرائيل بالنمانة أمريكية أنها تنفذ القرار 1701 سيعود كل شيء كما كان قبل ذلك أما حزب الله فإذا كان سيستمر بمساندة غزة كما وعد ولا يريد أن يسحب هذا الوعد نعم يمكن من وقت لآخر ساعة إذن أن يقصف مناطق لبنانية محتلة هي شبعة وكفرشوبة لأن القانون اللبناني أو الدرسور اللبناني أو قرارات المجلس الوزراء تسمح بهذا الأمر ولن يطلق أي صاروخ على شمال فلسطين المحتلة هذا أنا تحدثت عنه مرارا وسألته مسؤولين كبار سواء كان بحزب الله أو كان بالحكومة هذا موقف لبنان الرسمي وأبلغ للولايات المتحدة إذا كان فعلا الجانب الإسعيلي يريد إعادة المستوطنين فيعلن من هذا اليوم التزامه الكامل الكامل بالقرار 1701 وليس كما جرى خلال السنوات الماضية إذ كان يخرق الأجواء اللبنانية وتعدى على شمال الغجر وخرق الأرض اللبنانية وكان يخرق الأجواء اللبنانية بطائرته والقرار 1701 هو لصالح الطرفين والقرار 1701 يثبت الحدود اللبنانية وليست حاجة بحاجة للترسيم وفيه فقرتين لصالح الجميع فلماذا لا يحترم هذا القرار ويثبت ونبقى ندور في حلقتين مفرغة هذا هو الحل الوحيد لتحدث الأمور بين جنوب لبنان والجانب الإسرائيلي فقط نعم أشكرك من بيروت دكتور هشام جابر شكرا جزيلا لك أعوذي لضيفي من تلبيب بامير أورن برأيك سيد أورن أي مفاتيح لنزع التصعيد لتخفيف التصعيد من الجانب الإسرائيلي أو على الجانب الإسرائيلي سواء من قبل الولايات المتحدة أو من داخل المجتمع السياسي الإسرائيلي لبنان دولة فاشلة ودولة مفلسة لا تستطيع الاهتمام بشؤونها ومن دواعي السخرية بالنسبة لبيروت أن تحاول أن تملي على إسرائيل وهي ليست فلسطين المحتلة وإنما هي دولة سيادية مستقلة وبالمناسبة مزارع الشبعة التي ذكرها الدكتور هشام هو غادرنا أخلاقيا حتى لا نرد عليه وقد غادرنا وتعلم الحساسية التي بدأ بها النقاش أريد الإجابة على النقطة نفسها بعيدة عن ما ذكره الدكتور هشام هل هناك مفتاح يمكنه أن ينزع التصعيد متعلق بالجبهة الشمالية وبيد الحكومة الإسرائيلية أو السياسيين الإسرائيليين الآن أن أخذوا به لا المفتاح في لبنان وفي يد السنوار في غزة ألف وسبعمائة وواحد انتهكه حزب الله لا ينبغي على أي مجموعة مسلحة وحتى بدون إطلاق النار على إسرائيل أن تتواجد في المنطقة حفروا أنفاق وحاولوا التغلغل ومن الثامن من أكتوبر حزب الله بدأ حرب الاستنزاف والأمر يعود لحزب الله لإيقافها وأن تعود الأطراف إلى المفاوضات الأطراف لبنان وإسرائيل وليس حزب الله وإسرائيل من تلبيب أمير أورنا الخبير في الشهون السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا لك عود إلى ضيفي من واشنطن فرانسيس ريتشاردوني السفير الأمريكية السابق مرحبا بكم جديد سيد ريتشاردوني هل هناك بيضة قبان آلية موازنة بإمكان ولايات المتحدة اتخاذها هل يستدعي الأمر مسح الطاولة من كل المبادرات السابقة وإعادة بناء تصور جديد يمكن أن ينزع فتيل التصعيد في الشرق الأوسط ليس للآن وحسب وإنما لفترة أطول من ذلك أعتقد أن الدبلوماسية الأمريكية لا تزال مهمة في المنطقة وأيضا أعتقد أنه حاليا نحن غير قادرين على ممارسة أي نفوذ فعال على أطراف النزاع نحن سنرى ما سيحدث بعد الخامس من نوفمبر نتيجة مهمة في الواقع من ناحية قدرة أمريكا واستعداد أمريكا أكثر من قدرتها على أن تصبح داخل أو منخرطة في مقاربة استراتيجية مع أي أحد من الأطراف أو مع عدة أطراف في النزاع المعقد في الشرق الأوسط حاليا أنا لا أرى ممارسة لأي ضغط فعال على أي من الأطراف السيد نتنياهو نفسه قال أنه يستمع باحترام إلى نصيحة الأصدقاء الأمريكيين ولكن عليه أن يقوم بما عليه أن يقوم به قال هذا طوال الوقت لماذا برأيك لا يستمع أعتقد أنه يحكم على أن إسرائيل تقاتل من أجل وجودها ضد أطراف مصرة على إنهاء وجود إسرائيل ولا يمكن أن لومه جزء كبير من السكان يؤمنون بذلك وعندما حماس تقول ذلك وحزب الله يهاجم المدن والبلدات الإسرائيلية الإسرائيليون يصدقون بدون أي استفزاز من جانبهم عدا الرد والرد المضاد ما بين هذين الطرفين لهذا هو يعتقد أن المسألة تتعلق بوجود الدولة وبالطبع هناك عوامل سياسية ربما هذا له علاقة ببقائه السياسي واشنطن فرانسيس ريتشاردونيا سفير الأمريكي السابق شكرا جزيلا لك